والآن جاء وقت الاستماع إلى منقف علماء المسلمين من هذه المنظمات المشبوهة وفي مقدمتها الماسونية فقد صدرت عدة فتاوى من العلماء على أعلى المستويات تجرم وتحرم الانتساب إلى الماسونية وغيرها من المنظمات السرية والمشبوهة التي تعمل عملها فقد أصدر مجلس الإسلام العالمي بمدينة كراتشب باكستان بيانا في 29-12-1970 يحذر المسلمين في أنحاء العالم من الاشتراك في هذه المنظمات لماذا؟ لأنها بنات الماسونية العالمية التي تعمل لحساب إسرائيل والقضاء على الإسلام كما أصدر المجلس الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة برئاسة سماحة الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله في دورته المنعاقدة بتاريخ 10-8-398 الذي وافق 15-7-1985 قرارا شرعيا اعتبر فيه الماسونية والأندية التابع لها كالليونز والروتري من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام كما أصدرت لجنة الفتوى بالأظهر الشريف بالقاهرة بيانا في 15 مايو سنة 1985 بتحريم الانتساب إلى أندية الروتري والليونز أو الاشتراك في عضوياتها كذلك لماذا؟ لأنها من أخطر المنظمات الهدامة التي تعمل لحساب الماسونية ويسيطر عليها اليهود والصهاينة ترجمة نانسي قنقر